يدعي أنه مغمى عليه وبعد سبع دقائق أو عشر دقائق ربع ساعة خمسطعش دقيقة تطلع صورته قاعد يتمضحك ومتونس وكل شيء ما قول أولا السيد المشهداني كان سابق الرئيس لمجلس النواب وتم تقديم استقالته بعد أن قيل له تستقيل أم تقال وراد أن يأخذ مغانم الاستقالة فقرر أن يستقيل قبل أن يقال وكان السبب هو عدم قدرته على الإدارة لا أريد أدخل بالتفاصيل ولكن كان السبب عدم قدرته على الإدارة وعندما خرج من مجلس النواب في مقابلة تلفزيونية اعترف أنه في أحد المرات كان يريد الجلسة لا تستمر فطلب من رئيس أحد الكتل أن يفتع المشكلة من أجل أن ترفع الجلسة لأنه كان حفظ النظام الداخلي ما يقدر يرفع الجلسة أنا أقول الأستاذ محمود أني عرفه من 1975 طبيب إنسان محترام من أول الناس الذين انخرطوا في العملية السياسية بعد 2003 في العراق كان سجين سياسي سابقا ولكن البارحة هو مثل ما كان أدار الجلسة بذات الطريقة التي أقيل بسببها لم يكن موفقا كان يريد أن يفلش الجلسة كان تلقى اتصالا تلفونيا وهو على المنصة أمام الكل وبناء على الاتصال التلفوني اللي تلقى رفع الجلسة معه عظيم احترامي لأخي الدكتور محمود كان واضح وهو افتعل عملية الإغماء حتى يؤمن خروجه لأن الأخوة ما حضربه هو الأخوة في التهير الصدري أحاطوه من كل جهة ديردون من عنده أن أن ما يصير يرفع الجلسة وما من حقه ولا موجودة بالنظام الداخلي ولا من حقه لأي سبب ما دام لم تحدث فوضى خلال عملية التصويت ولا حدث شجار هم نعم طلعوا طلع أحاطوه حتى ما يغادر الجلسة الاد يخرج يمكن من باب آخر ما دري ما لستوديو ما دري ما لشنو إلى آخره المهم فوصل شاف إلى طريقة أن يقوم بهذا المشهد اللي سواه واللي تم إخلاءه من المكان دون أن يمس جسده إذا أكو شي صاير بجسده مثل ما هو قايل في إحدى المقابلات أنه في جبينة أو في شي أنا أقدر أقول وأؤكد أن لم يتعمد أحد أن يمديد على الرئيس السن محمود المشهداني وما قام به الأخ محمود المشهداني نعم نعم خطأ جسيم ولعل ولعل زيارة السادة المحترمين له من الإطار في المستشفى وهو جالس بالطريقة والصورة التي نشرت وأتمنى أنك تعرضها تؤكد أن الرجل كان كان يقوم بمشهد طلع من المستشفى يدعي أنه مغمى عليه وبعد سبع دقائق أو عشر دقائق ربع ساعة خمسطعش دقيقة تطلع صورته قاعد يتمضحك ومتونس وكل شي ما قول مع الأسف كان ما مضطر هو أن يقوم بهذا يعني هو بهذا العمر وبهذا المنزلة ما كان يجب أن يكون جزء من هذا الإخراج السيء قبل أن أذهب إلى التحليل في هذه اللقطة تحديدا أنت كنت قبل قليل قد قلت يمكن أنا ما افتهمتها ثبت لياها أن السيد المشهداني في الجلسة الأولى في هذه الجلسة طلب من أحد النواب افتعال مشكلة رفع الجلسة في الجلسة الأولى هذه مو بهاي الجلسة مو بهاي الجلسة عفو الألف السيد المشهداني عنده مكان رئيس لمجلس النواب 2006 هاي واضح إذن الدورة الأولى لمجلس النواب نعم يعني عنده تاريخ عنده تاريخ في هذه التمثيليات يعني هو اعترف بمقابلة مع قناة الرشيد أنه افتعل مشكلة بعد أن طلب من أحد النواب أن يفتع المشكلة من أجل أن يرفع الجلسة يعني قصد القضية مو جديدة على السيد المشهداني مشهد المشهداني في قراءة تحليلية منصفة تعتقد هو انتقاما من عزم وتقدم لأنهم فضلوا الحلبوسي عليه ولذلك كان متعاطفا أو كان يريد أن يحدث هذه الضجة لإعادة الحسابات من جديد أو اختلاق أزمة سياسية نعم أنا التقيت السيد المشهداني قبل الجلسة بيوم أي وهو الأتمنى أن يشاهدني الآن وكان عبر عن انزعاجه وشعوره بالألم والخذلان لأنه كان موعود من عزم بأنه هو مرشحه لرئاسة البرلمان في مواجهة الحلبوسي وإنه تفاجأ بالاتفاق ولذلك وهو لأنه تفاجأ بالاتفاق لم يقل لي سأفعل مشكلة ولكن بالنسبة إلي أنا كان واضح أن السيد المشهداني لن يمرر الجلسة لماذا؟ لأنه كان متمسك ومصر على أن يرشح منافسا للحلبوسي ولاحظ الأجواء خصوصا بعد أن غادر الإطار الإطار كان يصوت للمشهداني لباقي وربما الاتحاد أيضا كان يصوت للمشهداني لباقي فلما غادروا النواب ما للعزم والاتحاد اللي عددهم أقل من 100 بشوية ما ظل أكو فرصة للسيد المشهداني بالفوز فهو مو بس الخذلان وإنما تأكد إن فرصته انتعد وأضيف لك القانون يلزمه أن يترك الجلسة هو مقدم طلب نظامي على أنه مرشح لرئاسة مجلس النواب خليني بهذه النقطة أبو يزي فلا يسمح له لا يسمح له أن يدير الجلسة وكان الأجدى به والأكرم والأكثر انسجاما مع عمره وشخصيته أن يقول أنا مرشح فليأتلي الأكبر سنن الثاني إلى المنصة ولكنه لم يفعل لأنه أراد إفشال الجلسة ولم يريد أن يشاهد أن الحلبوسي يحقق هذا الفوز بالطريقة التي فاز بها السيد الحلبوسي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة